محمد زيدان رئيس قسم الأبحاث في اي اف بي اف اكس محمد أهلا وسهلا بك إذن توقعات كبيرة الآن أن يقوم الفيدرالي بتخفيض برامج التحفيز في الاجتماع المقبل هذا الشهر رأيك أنت بداية وإلى أي مدى يعتبر هذا إيجابي جدا للدولار الأمريكي بالطبع في الفترة الأخيرة بعد البيانات الإيجابية اللي شفناها من ناحية النمو أو الوظائف ومن شهر الخمسة اللي فات أي بيانات افسادية بتيجي من تم تعديل رؤيتنا هل سيتم التقليص برنامج شراء الأصول الأمريكي في ديسمبر القادم أم العام القادم من وجهة نظري الشخصية أتوقع أنه ممكن يتم تأجيله لكذا سبب أول سبب إحنا في مرحلة انتقال الإدارة من برنانكي لجانت يلين مبدئيا نمو الوظائف وانخفاض المعدل البطالة بش إيجابي بصورة كبيرة لأن دوة يرجع إلى انخفاض المشاركة انخفاض المشاركة نسبتها وصل 63% وده يعتبر أعلى نسبة من سنة 1970 مبدئيا كمان هدف برنامج التحفيز كان خفض العوائد على سندات طويلة الأجل لعشر سنوات عشان يقدر يكون القروض سهلة أو خدمات الفوائد على القروض قريبة فتقدر الشركات تقترض وبالتالي تتوسع في عملها وبالتالي نمو الوظائف بس نلاحظ أن الفترة الأخيرة حتى مع بيانات الاتصادية الأمريكية لسه ما زالت عوائد عشر سنين على سندات الأمريكية فوق مستويات 2.85% بالتالي فالسوق منقسم في ناحية التيسير الكمي هل سيتم أم لا وبالتالي أيضا الفدرالي منقسم لكن لو كانت يلين هي تتولى فيلين من أكثر الناس مؤيدة لعمليات التيسير دايما والتحفيز ومن أكثر الناس التي ترغب في تضخم مرتفع حتى نفتكر مرة مقولة لها لما كانت تولي الفدرالي الأمريكي بعض التضخم ممكن أن يكون شيء جيد فبالتالي لما يكون عندنا مساحة للتضخم لسه تضخم منخافض في جميع الحياة العالم بتالي مديمة